تصاعد التوتر الحدود بين صربيا وكوسوفو يمكن أن ينذر بصرع محتمل بين غريمين تقليديين أوروبيين. خلال ساعات الليل تردد دوي سفرات إنذار للتحذير من غارات جوية محتملة على الحدود بين كوسوفو وصربيا بعد تدول أخبار بأن وحدات من الجيش الصربي دخلت أراضي كوسوفو. بينما أعلنت قوات حفظ السلامة التابعة لحلف الناتو أن الوضع بالغ التوتر وأنها مستعدة للتدخل إن نزم الأمر. حكومة كوسوفو سارعت إلى نزعفات للأزمة بعد مشاورات مع السفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقررت تأجيل خطتها الخاصة بإلزام القادمين من سربيا بالحصول على وثائق ولوحات سيارة صادرة من سلطة كوسوفو. رئيس وزراء كوسوفو حمل الرئيسة الصربية مسؤولية تصاعد التوتر ونشوب صراع محتمل بين البلدين. مشيرا إلى ما وصفها بحملات تخويف وتهديد لبلاده قادمة من العاصمة الصربية بلكرات. ومضى رئيس وزراء كوسوفو ليقول إن ما وصفها بالكينات الصربية غير الشرعية في الشمال ترتكب أعمالا عدوانية. بما في ذلك إقامة حواجز للطرق وإطلاق النار. خلال الاحتجاجات التي خرجت أساساً من منطقة يسكنها أغلبية من الصرب في شمال كوسوفو، أوقف المتظاهرون شاحنات مليئة بالحصى وآليات ثقيلة أخرى عن الطرق المؤدية إلى معبرين باتجاه صربيا. ما أجبر سلطات كوسوفو على إغلاق المعبرين خاصة بعد إطلاق عائرة نارية باتجاه رجال الشرطة. احتجاجات تعيد للأذهان ما حدث قبل عام تقريباً عندما قام الصرب في شمال كوسوفو بإغلاق نفس الطرق بسبب أزمة لوحات الترخيص. وهو ما دفع حكومة كوسوفو لنشر قوات خاصة من الشرطة، بينما حلقت طائرات مقاتلة صربية قرب الحدود. المفارقة أن الصرب غاضبون من الإجراءات المزمعة من كوسوفو، رغم أن صربيا تطبق الإجراءات نفسها على القادمين إليها من كوسوفو. لكن التوتر يلقي بظلال كثيفة على العلاقات بين البلدين منذ استقلال كوسوفو، التي يمثل الألبان أغلبية سكانها عن صربيا عام 1999. فصربيا لا تزال تعتبر كوسوفو جزءاً من أراضيها، رغم أن الأخيرة حظيت باعتراف دولي من أكثر من مئة دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة وتركيا. ويعيش في شمال كوسوفو نحو خمسين ألف صربياً يسرون على استخدام اللوحات المعدنية والوثائق الصربية، رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة لعاصمة كوسوفو.